حقيقة سحب الشقك المغلقة إجار قديم ووجهة حادة بين الملاك والمستأجرين أهلا بكم أدعوكم من الاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك أصار إعلانا لأن الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإجار القديم بدراسة مقترح الحصر الشقك المغلقة تمهيدا لسحبها وعادتها للملاك جدلا بين طرفي الأزماء الملاك والمستأجرين فالملاك يتهمون المستأجرين بالتحال حتى لا تنطبق عليهم شروط سحب الوحدة عبر عادة فتح الوحدات فيما يؤكد المستأجرون أن الشقك المغلقة ليست بنظام الإجار القديم وإنما وحدات تقص الملاك ويستعرض التقرير التالي لحركات الطرفين في هذا الموضوع حصر الشقك المغلقة في الإجار القديم وكان أن أبا أحمد السييني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإجار القديم قال في تصريحات سابقة للوضع أن هناك عدد من المقترحات تمت مناقشته أبرز التوصية بسحب الشقك المغلقة من المستأجرين وعادتها للملاك للاستفادة منها موضع أنه يتم حاليا المراجعة جد العدد الشقك المغلقة الحصر على نوع دقيق كما سيتم مراجعة نسب استعلاق المياه وكهرباء لهذه الشقك للتأكد من عجرها فضلا عن الاستعانة بشهالة الجران من جانبه كان المحامي أحمد جاد المتخصص في قضايا الإجار القديم أنهم سيتطلبون اللجنة بأن يشمل مقترح حصر الشقك القديمة تقديم المستأجر ما يثبت استغلاله لها عبر إصالات القهرباء والمياه والغاز لمدة عام سابق على الأقل وأشار جاد في تصريح خاص للوطن إلى أن الملاك يستعدون للمواجهة ما وصفه بتحالي المستأجرين لفتح الشقك المغلقة بنظام الإجار القديم حتى لا يتم تحرير العلاقة الإجارية وتسليم الوحدة لملكة وذلك بمطلبة المستأجر الذي يدعي بأنها غير مغلقة بتقديم سرات سابقة يرجع تاريخها إلى عام أو عامين خلاف بين المستأجرين والملاك حول الشقك المغلقة من جانبه قال شريف عبد السلام رئيس الاتحاد المستأجرين أن هناك فارق بين الشقك المهجورة وهم لا يدافعون على والشقك المغلقة بشكل متقطع والتي توسل المعوى الوحيد للمستأجر الذي قد يكون أغلق بسبب عمله خارج البلاد وأولى عبد السلام في تصريح خاص بالوطن أن هناك شقك مغلقة تتبع الملاك وليس لها مستأجر بنظام الإجار القديم موضح لأنه تم تسقيعها من قبل بعض الملاك بدليل أن بعضها غير كامل التشطيب على سبيل المثال كما لا يوجد إحصاء ضقيقة يقول كم شقة تخص المستأجرين القدامة في مصر بحسب تعبيره ترجمة نانسي قنقر